نتواصل معكم مشاهدين الآن نافذة أخرى طبية فقرة دعافية مع دكتور أسامة سكرابس وشار جراحة العظام صباح الخير مرحب بك أهلم وسهلا مرحب بك كيف صحتك دكتور شالطي مرحب بك هل سأتكلم عن موضوع أورام العظام؟ يعني عندما تسمع هذه العبارة والمرة يجب أن يستغرب قليلا نعم نعم حقيقة أنا أريد أن أتكلم عن الموضوع الذي يتكلم عن السرطان العظام يعني أريد أن أورام العظام هو سرطان العظام هو حاجة نادره جدا لكن أنا أحب Wozak wy underwear لأنه أي غير زول الاعياد أو المستشفى بكون عنده آلام في العظام أول حاجة بخد في رأسه إني وهذا سرطان ما دام في وجهع وفي كده في وجهع يستمر منذ طويلة أو في آلام شديد معظم آلام العظام تستمر منذ طويلة أو مرات بتكون شديدة الزول طوالي بخد في رأسه و LISA أو أي من بصحاب يتحقي تورره بسيط ودا이� 했는데 سرطان font ما سرطان. فالحاجة دائرة تطمين الناس فيها انه سرطان العزام ده حاجة انا ادر انا ادر. نثبت وبسيطة يعني. نثبت وبسيطة خالص خالص ومعظم الالام اللي بتجي دي يا جماعة دي اعلام دي حاجات ما اورام او ما سرطان. فده الرسالة الاولى اللي انا دائرة اقول انا اطمين الناس تماما. انه ما دايما الزلم ما نيجي للمستشفى طوالي بكون خاتين وعزام. والسرطان زي ما هتوا عارفين انه دايما شنو بيقلم في مراحنه يعني بكون دايما في بدايته ما بكون مؤلم يعني بالطريقة المزعجة دي. الانما المزعجة بيبدأ فجأة وبيكون مؤلم بيبدأ دايما حاجة شنو حاجة بسيطة ضربة التهاب كده. طيب السرطان هو زاته شنو ادر اتكلم عنه انه السرطان زاته هو الخلايا بتاعت الجسم. زاته بتكون شنو بيقد تنمو اكتر من اللازم. يعني هو شنو ما حاجة جاية من برا. ودائما احنا بنسميه باسم الحاجة بنسميه. مثلا في سرطان conviction من العضم في سرطان يعني سرطان بنسميه من العضل. في سرطان بيقول يبحث من الدهون. يعني كل نوع الخلايا اللي قام منها يبقى هو السرطان. طيب ما حاجة собا ينسب mengadaşني ليه بنخاف منو او كده هو لان الخلايا دي عام أن تقوم اكتر من اللازم بتشيل التغذية من الخلايا اللي حواليننا بتشيل التغذية بعد شوية مش الخلاياه اللي حوالين ويستبقى بشيل التغذية من الجسم كلو. وبعد شوية يبقى ما قادر يواصل الجسم وظائفه الحادية فبالتالي يأسر على الحياة الإنسان السرطان ذاته من قسم معين ممكن يكون حميد وممكن يكون خبيس حميد ده شنو؟ حميد ده بكون هو شنو؟ دائما بكون حوالينه فيه زي كيس محاوض بكيس أو قاعد في حتته ما بنتشر في باقي الجسم السرطان من نقول خبيس معناه هو بنتشر في باقي الجسم والسرطان الحميد هو شنو بس بكون قاعد في حتته ومشكلته شنو؟ يضغط على الأنسجة لحوالينه لكي سبب لينا worthwhile بالنسبة له أورام بناء الأجزام أو سرطان العزام زي ما قلت بسرطان العزام ده حاجة نادرة بصورة بسيطة جدا جدا يعنيggakونUB قد نحن فيه في صور الذي Якنو يعني مثلا زي ما شوفنا هنا العظم ممكن ده ده النوع العظم شوفنا العظم تحت ده العظم السليم من فوق ده العظم الحصل فيه توره ده الحجم العظم ذاته بزيد حجم العظم ذاته ممكن يزيد نعم ممكن يزيد أو ممكن يكون في محله يعني لو لاحظنا شكله ذاته بيبقى شنو بيحصل فيه زي تشوه بسيط وده سرطان حميد يا جماعة لو لاحظنا السرطان ده قاعد في محله وما في أي مشكلة منتشر برها كده يعني ده سلطان حميد بحبه طب من الناس يعني شايفة الصورة دي هي حاجة شنو ورم حميد فدي ده 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 قاعد في اليد فوق وده علاجه بسيط جدا تبدو في صورة تارية؟ ده برضو من الأورام ده برضو من الأورام الحميدة يا جماعة برضو مهما تشوف شكل العظم اللي الضخم بصورة كبيرة ده ورم برضو زادت حجم العظم في محلها في حتاتها زادة وزي ما قلت الأورام اللي بتحصل في العظام دائما معظمة بكون حميد أو هنا مثلا حصل تآكل في العظم الحتة المضلمة فيها للسهم دي البسيطة دي دي برضو شنو؟ دي برضو نوع من الأورام بداحت العظام وبرضو دي من الأورام الحميدة يا جماعة كلها لو لاحظت الصورة بنجيبها كلها هي عبارة عن أورام معظمة أورام حميدة كون يكون مرض خبيث من العظم يبدأ ينتشر لبقى الجسم دي حاجة نادرة طب من الناس زي ما قلت إحنا دايما مشكلتنا إن العظام بيجيها من البرة فعشان كده عظم أسباب باورامة العظام بيجينا من سرطان السدي ومشاكله وانتشاره كده فدائما الناس يا جماعة من ننصح إنه الناس الكشف المبكر على السرطان الكشف المبكر على السدي وكده عشان نتوقع باقي السرطان بتسهل بتسهل دكتور سامو معلش للمجاطع عشان نشر في نفس النقطة في صور كانت ظاهرة على الشاشة بتبين إنه السرطان ده حميد والورم ده كبير قد يكون كبير لكن ممكن يضغط على برضه الباقي العظام ويؤثر تأثير سلبي على بقية الأنسية المختلفة ممكن نعم نعم زي ما قلت هو حميد وفي محله لكن مشكلته إنه بيضغط حولينه فبعد ذا بتبقى شنو بتبقى بتحملين الأعراض اللي هو الحنجين يتكلم عنها بعد شوية الأعراض بتاعتصر دانا العظام الحميدة بتجنتي لضغط الأنسية الموجودة حولينه وزي ما قلت الأسباب شنو يا جماعة غير سرطان الأساني عندنا سرطان الرئة برضو يا جماعة والتدخين ومشاكمه كده وسرطان البرستاتي لكن دي أكتر حاجات إنه إحنا بتجينا بتواجهنا في العظام بيكون الأنسية الثلاثة دي هي اللي بتأثر على هي علاقة براته شنو يا دكتور؟ والله هو ما في علاقة لكن المشكلة إنه السرطان بعد ذلك ينتشر في الدم وبعد ما ينتشر في الدم إحنا بنقول بنسميه شنو بسموه هذا أكتر أنه السرطانات انتشارا يعني ايوه انتشارا وبعد ذلك ايوه في نظرية بسموه البزرة والترابة يعني التربة بتحت العظم دي صالحة للبزرة دي فهي شان كده بحبها يعني منينات من الرئة طوال يمشي بيقعد لينا في العظم بينهي نلقاه في العظم أو من البرستاتة يمشي طوال ينلقاه في العظم بحب العظام اللي يحبها لأنه يمكن بيقدر ينمو فيها بصورة سليم طيب أعراض أمراض الأورام العزام دي شنو يا جماعة قلناها والحياء أورام العزام لأنها بتضغط ماذا يباقي السرطان أنواع السرطانة الثانية دايما زي ما قلنا الألم بيجي في مرحلة متأخرة بعد ما ينتشر في الجسم نحن لأنه يضغط على الأنسج العظم ده حيطة ضيقة جدا والعظم حساس جدا عشان كده ممكن الألم بيجي بصورة بدري شوية في مراحل الأولى للمرض طيب نوع الألم يا جماعة دي حاجة مهمة جدا دايما بحب طمن الناس يعني أنه على الألم الألم اللي بيجي كنت متحرك وماشي ده جماعة ده ما سرطان دايما حاجة حاجة بسيطة ده ممكن يكون غضروف ممكن يكون خشونة ممكن يكون حاجة الألم اللي بيجيك مثلا ويتمام وتحرك مثلا بالليل صحيك من النوم ليل ونهار وماشي طوالي ومرات كثيرة جدا بتصحب حمى يا جماعة أورام بتحت العزام الأولامة العادية بتحت العزام ما بيكون فيها حمى الحمى دي من الحياة النادرة عندنا فأورامة العزام بتصاحبة حمى برضو بصاحبة تعرب شديد بصاحبة نقصان في الوزن بصورة كبيرة بعد ذلك ممكن يكون في ورم في المنطقة ذاتها يا جماعة لكن يا جماعة بطمم برضو ما أي ورم ما أي حاجة الحيطة ما تكون متورمة ده سرطان ممكن تكون سوائل ساي وارمة قاعدة أي التهاب قاعد بزيد المنطقة فشان كده اطمئنه جدا للحاجة بعد ذلك بيضغط على الحوالية ممكن يضغط على العصر فممكن يسبب لنا خدر بسيط تنميل مثلا يجي يشتك لك والله عندي تنميل ممكن يضغط على العضلة يقول لك الله يحركت بيقت فيها مشكلة ممكن يضغط على المفصل ذاته بعد شوية يحصل تورم فيه ويكون فيه مشكلة فدقنوا لها يا جماعة من الأعراض من الأعراض اللي بتواجهنا في الأزام بنشخص السرطان كيف يا جماعة؟ بنشخصه دايما من الأعراض الأولى اللي بنشوفه ده يعني في معظم الأحوال الأعراض اللي قدتها ده بتكون فيها مؤشر عليه منه في سرطان للأزام ممكن نعمل فحوصات مخبرية ومن الحياة اللي بنعملها بنعمل المعمل اللي هو الترسيب ممكن فحص الرطوبة الناس بيقول لك الرطوبة الزايدة يعني برضو بحب أطمين الناس يعني ما نكون في سرطان الرطوبة تكون فوق المية مية وشوية مية وكده ما أي زيادة في الرطوبة أيواء أيواء يعني ما نس كده معناها في حاجة ثانية برضو نطمين بها الناس بنعمل بعد صورة بتاعة أشعة ومعظم السرطان العزام زي ما شفت أسي جبناه كلك عن الصور بتاعة أشعة يكون ظاهر في صورة الأشعة شكله واضح نحن نتكلم عن أنه العظم حجمه ذاته بزيد حجمه بزيد وشكله ذاته بكون في تشوهات بصورة معينة فمن الصورة الأشعة طوالة نحن طوالة ممكن نشخص سرطان العزام بعد ذلك في سرطان ممكن نحتاج أن نعمل رانيم ما نطيس وزي ما قلت أنه الرانيم فرقه من الأشعة الأشعة بيجيب العظم بس الرانيم بيجيب لينا الأنسي جلحة ولينا العظم ممكن نعمل أشعة مكتعية برضو بتورينها برضو في شنوفة جماعة المسحة الزري نحن برضو الحاجات اللي بنعملها لو زول مثلا عنده حتى سرطاني نوع تاني من السرطان برضو المتقدمين في المساطئ برق أي برق العظام بتاعت الجسم كلها هل موجود في حتة تانية أو أو كده طيب بعد ما نحن نشخصناه ونحن بنعالجه كيفية يعني مع معظم الحالات بتاعت العزام زي ما قلت هي أورام حميدة فنحن إذا كانت ما بتضغط على الحتة ما عاملة مشاكل فنحن شنو بنخليها في حالة يعني ما منح بجانب تدوهم سكينات ولا بتعملها شو؟ والله ما في حاجة ما في ألم ما في كده هو بس بيجي بقول لك والله في حاجة في تورم هنا موجود أو كده فنقول لي أخ الورم ده مدام هو موجود وكده وما مأسر وما عامل ألم وما ضاغط على الأنسية فنحن ما منح بجانب ما فيها هو حاجة حميدة وإحنا متأكدين لنا حاجة حميدة فطوال إحنا في الحالات دي ما منح بجانب إذا بعد ذلك عمل ضغط على الحوالين أو بدأ حجمه يزيد أو بقينا إنه شكينا إنه في تورم خبيث بعد ذا طوال إحنا مندخل تدخل جراحي والحمد لله السياة ورامة العظام الجراحة بتاع تطور التطور كبير جدا جدا وبيقت في معظم الأحوال إنه ممكن طوال يتشال الجزء المصاب ويحصل تعويض التعويض ممكن نشيل عضو من حدة ثانية نزرعه ممكن نجيب الأجهزة التعويضية بيقت كثيرة جدا اللي بتزرع ذات المساطير والأنواع والمفاصل دي أنواع بيقت فيها تطور بصورة كبيرة جدا 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 طيب دكتور بس يعني نوضح الحتة بتاعة حميد وخبيث دي يعني ما بيتم التدخل بمعنى إنه المريض ده مفروض يدعالج علاج كيميائي مثلا أو علاج السرطان العادي والله ما حيتعالج أصلا يعني وممكن يعيش معه أمان إحنا اتفقنا إنه في سرطان حميد سرطان حميد ده بكون قاعد في محله وزي ما قلنا محاوط به كبسولة عشان كده بكون قاعد في حتة واحد ما بنتشر وفي سرطان خبيث يعني شنو ما في محاولينه كبسولة ما في كبسولة حاولينه أو ما في حاجة بتحاوطه وده بيبدأ شنو بنتشر لو شفنا في الصورة دي كسل سرطان الصورة جبنا دي كل حاجات موجودة في حتة واحدة ومكفولة وقاعدة فدي ما حتنتشر في باقي الجسم أو كده وإحنا مطمئنين جدا للحكاية دي فنبدأ الراغبة بس يعني شنو ما بنحتاج كيميائي ما بنحتاج علاج بالإشعاع وما بنحتاج لجراحة وكده فنبدأ الراغبة إذا حجم ما زاد بيقى التضايق الأنسية بعد ده إحنا من الدخل إذا رأينا إنه الحكاية دي بيقى الصورة شفناها إنه بعد ده بيقى في علامات بتاعت انتشار في كده بعد ده طواله بنبدأ بتدخله الدخل دايما زي ما قلت بيكون جراحي في الأول يعني دايما بنحاول نشيل الورم كله وغدر الإمكان يعني أكبر كيميائي يعني حوالين وحوالين وحتى نصلي أنسجها كويسة يعني نتأكد إنه نحتها اللي شلناها زاتها من حوالين وزاتها بتكون كويسة بطريقة تدريقية بطريقة كويسة جدا بعد دك معظم الأورامة الخبيثة في علاج كيماوي ليها برضو بشيلها بصورة كبيرة جدا بعد داك زي ما قلت العلاج بالأشعة أو العلاج الزري ده برضو برضو من الحياة المهمة جدا ومن الحياة برضو بنحاول طوال نفتش على إنه زي ما قلت إنه هي جاي من حتة تاني نفتش إنه جاي من مين جاي من سرطان السبية جاي من المرستات جاي من كده طوالي بنحاول نعالج المنطقة التانية من المصدر مباشرة لكن دكتور أسامة قد يتساءل البعض يعني في أمراض بتاعت مفاصل أو جو العظم أو قد تنتج أيضا يعني زي العمود الفقري قد يكون الغدروف أو غيره صحيح؟ نعم لكن برضو لو أهملنا وممكن تأثر سلبا في المراحل القادمة تتكون ورم قد يكون سرطان ولا نادرا يعني والله يخد هاحب تطمين الناز يعني ما في حاجة يسمعه غدروف بيكا سرطان ده مافي يعني أمراض الإلغاب العادية ما بتتطول ان لتكدى سرطان لا لا ما بيزول عنده خشونة ربوة بعد شوية خلاب قم بيكا سرطان لا ده مافي ما بتحصل نادرا دي مش نادرا ما في مافي حاجة يعني مافي سرطان مثلا غدروف روح عندك غدروف غدروف معناه غدروف غدروف يعني لا لا يعني مثلا واحد يكون عنده غضروف بعد شوية من مثلا استمره منذ طويلة سنة زلتين يقولك بيقى سرطان دي ما فيه ما بتحصل مش نادر ما بتحصل أصلا سرطان ده حاجة براه يا حاجة جاد قدتب زي اللي بتجاي من أنسي جاي عندك سرطان سادية أو عندها عندها سرطان سادية أو عندها في برستات أو كده جاملناها انتشر للعضو أول حاجات البسيطة النادر جدا جدا اللي هي اللي بتحصل الأورم ودي من الأول بتحصل ورم بيكون قاعد ورم متورمة لحتة وبتسبب آلام بعد ذاك آلامة ذاتة بتكون مختلفة من آلام الورم ده معروف لما انتي تفحص أو تشيل عينة مرات بيشيلوا العين وبخلو الجرح فاتح هل ممكن برضو يأثر وينتشر يعني لو كان أصلا فيه سرطان نحن تامعنا السرطان ذات والعينة بشيلوها بطريقة معينة ودائما ما بخلو الجرح فاتح لا يمكن شنو بتكفلوا بطريقة معينة عشان شنو قبل الكيماوي مرات يعني فيه بتدي بيشيل العينة قبل ما تعمل الجسم حماية كاملة يعني عشان ما ينتشر المرات نعم هو أصلا إحنا ما بتعمل كيماوي تغرار إنك تدي جلاج كيماوي ده غرار كبير جدا فما بتعمله إلا تتأكد تشيل عينة وتتأكد من السرطان ذات ونوعه شنو هو عشان تكون وتعالينه أيوة فالطريقة اللي بنشيل بها العينة ذاتة بنشيلها بطريقة معينة على أساس إنه نقفل بطريقة معينة بنغسل بحاجة معينة كلها حاجة معينة فأكد أحبط من الناس إنه ما شيل العينة معناه من العينة من منتشر ممكن انتشر نعم هو نشيل العين عشان نطمئن إنه ده سرطان فعلا بعد ذا نقوم نبدأ دارين نديه علاج كيماوي في مرات كثيرة جدا نبدأ بالكيماوي أول شان حجم السرطان ذاته يبقى صغير يعني ما طوالي نمشيل الجراحة نكشنه إنشان حجم يبقى صغير بعد ذا كما نجي راحة تكون نشيل الجزء صغير ليه نشيل الحاجة كبيرة جدا نشيل الحاجة صغيرة بتستجيب للكيماوي نشيلها وبعد ذا نقول حتى ما يكون في مشكلة في الجسم التعويض نحن طيب دكتور السرطان ده ممكن نجي في مناطق محددة ولا لا أي حتى في الجسم يعني أي عزمة في الجسم ممكن هي محددة في الناس والله يو دايما يعني السرطان بيجي في أي منطقة طبعا زي ما قلت ومحظم السرطان طبعاً زي ما قلت السرطان اللي بيجي من منطقة تانية من السريع أو من الأستاذ دائماً بيجينا في الظهر يعني بيجينا في العظام بتاعت الطهر السيسر الفغرية بيجينا مثلاً في المنطقة بتاعت الحوضة والمغروب اللي بيكون مثلاً عنده حتات معينة بيحبها أكثر السرطان الجائع السرطانات اللي بتبدأ من العظم ودي برضو من الحتات النادرة مثلا دائما بتحب المناطق الفيان نمو كثير في الأطفال مثلا حولينا الربا أو حولينا الأنكل أو حولينا الكتف يعني ده ممكن نقول عنده عمر محدد السرطان الخبيث والله ما بالضرورة مثلا كله يكون في عمر محدد ممكن يجي في أي وقت حسب نوع السرطان الجائن لكن مثلا في عفية السرطان في أنواع معين من الأمراض الحميدة بتجي في الأطفال في أنواع معينة بتجي في الكبار حسب الماء الخلايا البدى منها بتكون بتحدد لنا إنه هل بيكون أكتر في الأطفال بيكون أكتر في الكبار وهكذا حسب طيب الورمة اللي بيكون في الجسم أو بيكون في العظم وبيضغط على الأنسجة الخارجية طيب هل ممكن يعيق الحركة ولا المريض لازم يكون عنده وقت طراحة عشان يقدر برضو مع العلاجات الصمر في حالة الصحية تكون جاية والله هو دائما يعني الورمة اللي بيضغط على الأنسجة بسبب ألم فبقيقة المريض بيكون دائما بيشتكي من الألم أو مثلا ممكن يضغط على الأعصاب برضو بسبب الخضر أو مثلا يسبب مثلا تعاغف الحركة زي ما قلت أي صبيب يأثر على العضلة اللي حوالينه برضو بسبب لنا ففي الحالة دي طوال إحنا من الدخل جراحيا حتى لو كان ورب حميد فعنه عارفينه حميده ما بينتشره ما بأثر لكن بيقى وشنو بيقى يضايق الأنسجة اللي حوالينه فنحن بعد ذا حنه بطوالها يتدخل جراحيا بنشيله وبعد ذا حن شاء الله عمر المريض بتكون يعني بتحسن كتير جديد نعم دكتور رسامة إحنا بمشي لختام الفقرة دي يعني لو حاب تقول إرشادات للناس أو تطمينات يعني قدوا عشان الفروقات يعني نعم قلتك الناس كله ميجوقوا في العياضة طوال الزول ليتخيلوا أنه عنده كالانصل نعم بقاء سرطان أو خشونة ربا بقاء سرطان فدائرة أطمنا الناس تماماً أنه ما في حاجة اسمها خشونة ربا بقاء سرطان أو غدروب بقاء سرطان أنه سرطان العظام ده حاجة نادرة جدا 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 يعني احتمال أنه يجيك سرطان ده احتمال بسيط جدا يالله بعد ذلك لكن شنو لازم نطمين من الحاجات التانية زي ما قلت أنصح النساء بالكشفة المبكر على سرطان السدي بالزاد ده حاجة يجينا كتير والريال بالنسبة للتدخين لسرطان الرئى برضو من الحياة تلويتها تشير كتير فهذه كلها إذا إحنا تمانينا من أنواع سرطان التانية فسرطان العظام ده بسيط جدا يعني مش عكله بسيطة بالنسبة لين دكتور أسامة سقراب استشارة جراحة العظام كتب الخير على الإضاءات التي قدمتها لكل المشاهدين شكرا جزيلا مرحب بك الله يسر شكرا جزيلا